شهد مركز كفر سعد بمحافظة دمياط مستوى متميزا من الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فقد أقيم بالقرية مجمع عمارات سكن كريم وأكبر مركز لعلاج الإدمان بالمحافظة بالمجان وأكبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحافظة كما تنتهي من أعمال إنشاء أعمال المدارس تماما ومجمع الخدمات الحكومي وتوصيل خطوط الغاز لأهالي القرية الكوة التصمية بالنسبة للمحطة اللي احنا فيها ديات محطة معالجة المحمدية 2000 متر مكعب وحضرتك الطاقة الفعلية 1200 متر فيها 18 حوض معالجة وعمل 9 حواض جداد كأحواض معالجة المحطة الجديدة وقفين بالتحديد في عمارات سكن كريم المكونة من 6 عمارات كل عمارة 4 أدوار كل دور فيه شاقتين يعني 48 شاقة موجهة لأهلين من الأسر الأكثر احتياجا في محافظة دميات تحديدا في مركز كفر سعد تفكري التفتيش تاني عندنا مركز خدمات مواطنين ومركز زراعي من البنية التحتية بشكل كامل تم تغييرها في عندنا محطة معالجة مياه صرف صحي في عندنا مركز لعلاج الإدمان حديث الإنشاء اللي احنا بنشوف على أرض الواقع حاجة غير متوقعة حاجة خيالية القرية اللي فيها إنجازك كبير جدا من ضمن الكرة هي تفتيش تاني فيها مجمع الخدمات مجمع المصالح فيها مستشفى الإدمان ودي حاجة هتغدم كفر سعد بالأكمل فيها سوق فيها مستشفى فيها مكتبة مصر العامة فيها محطات صرف صحي وفيه أكبر محطة موجودة كمان في كفر سعد هنا بتنفس في تفتيش تاني حاجة احنا مش متخيلينها كمان اللي ورانا السكن حياة كريمة الموجودة الجديد غير السكن الموجودة التاني اللي تنفذ من فترة بسيطة حاجة كده على الأرض الواقع احنا كنا بنحلم بها كنا بنحلم بنصها عندنا هنا سكن كريم وفيه عندنا محطة مياه وموجود موقف وفينا كهرباء والغاز واصل ده كانش فيه موجودة الكلام ده خالص في التفتيش تاني كانتنا ما كانش خالص فيه موجودة في الكرة خالص